موسيقى سالخير وأهلا بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار سعيدة جدا أنا موجودة معاكم النهاردة من جديد والنهاردة هنناقش على مدار ساعتين أهم وآخر الأخبار المحلية والدولية هنناقش كمان أهم مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها ويكون معانا مجموعة من مراسلين بالنسبة لفقراتنا هنناقش في الفقرة الأولى النهاردة الكلفة الاقتصادية الكبيرة والخسائر اللي بيتكبدها العالم بسبب التغيرات المناخية أما فقرتنا التانية فهنناقش فيها أهم آليات واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف لكن الأول هنبدأ بأهم الأخبار النهاردة في الخبر الأول الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في توفير كل عناصر النجاح لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الانتاجية القصوى المخططة جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير مشروع مستقبل مصر وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في إطار الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتشكا وصعيد مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتة الجديدة فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتة الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والطرع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصعوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيط الغربي جنوب الفيوم وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعيات التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل ودلوقتي نروح لأهم أخبار أزمة التضخم العالمية اشتركوا في القناة قال الرئيس البنك المركزي الألماني وكيم ناجل إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المتوقع حدوث ركود في ألمانيا مضيفا أن التضخم سيظل مرتفعا طوال عام 2023 وفي مقابلة مع صحيفة راينشتاين بوست الألمانية أوضح ناجل أن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر في الوقت الذي قد تتجاوز فيه الأسعار 10% في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة وعلى صعيد آخر توقع رئيس البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة نتيجة للاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي هذا وقد تضرر الاقتصاد الألماني بشدة بسبب أزمة الطاقة حتى أنه بات مهددا بنزوح جماعي للمصانع وسط توقعات بأن يكون أكبر اقتصاد أوروبي صاحب الأداء الأسوأ من ضمن أو في ضمن مجموعة السبع للعام الحالي المزيد في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعتبرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن الولايات المتحدة في حالة ركود مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ربعين من الانكماش وأوضحت المجلة الأمريكية أنه في المتوسط يكون الإعلان عن وقت بدء الركود بعد 234 يوما من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وتوقعت نيوزويك أنه قد يتم الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة قبل مطلع 2023 كما أشارت مجلة فوربز الأمريكية إلى عدم واجهة أي رئيس سابق للتحديات التي تواجه رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الحالي والذي وصفته بالعالق بين المطرقة والسندان وأوضحت المجلة الأمريكية أنه لا شك في أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في الانكماش معلقة بأنه أمر مقلق نتيجة لمعدل التضخم المرتفع الذي لا تزال الولايات المتحدة تشهده ونقلت فوربز عن خبراء الاقتصاد الأمريكي توقعاتهم بأن احتمالات حدوث ركود في عام 2023 بلغت 50% مضيفة أن عدم اليقين لا يزال هو الكلمة السائدة اليوم في واشنطن حيث يواجه الاحتياط الفدرالي تحديا صعبا يحاول فيه إدارة ما وصفته بهبوط ناعم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانهيار أضافت صحيفة لاتريبيون الفرنسية أن التضخم في أوروبا يواصل الارتفاع شهريا مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز متوقعة أنه في حال استقراره فقد لا يعود أبدا إلى مستواته السابقة وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن طباط التضخم ما زال بعيد المنال في أوروبا حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بروته في الشهر الماضي عند 8.9% على أساس سنوي بعد أن كان في يونيو السابق له 8.6% عند ذلك الوقت وأضافت لاتريبيون أن فرنسا مثل بقية الدول الأوروبية واجهت ارتفاع نسب التضخم حيث قفز في اليوليو الماضي إلى 6.1% على أساس سنوي أدان الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون العملية روسية العسكرية في أوكرانيا ودعى مواطنيه إلى الصمود في مواجهة التدعيات الاقتصادية الناجمة عن سياسة العقوبات على روسيا ونوها ماكرون في كلمة إلى الفرنسيين بأهمية التحلي بقوة العزيمة للنظر إلى المستقبل ومقاومة حالة عدم اليقين والحفاظ على الوحدة وكان ماكرون قد طلب مواطنيه الشهر الماضي بالاستعداد لفترات صعبة بسبب القطع المحتمل لإمدادات الغاز الروسي للمزيد ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل أكستر نيوز وارتباطا بالشأن الفرنسي تقترب إجازة الحكومة الفرنسية على الانتهاء خالد أهلا بك في البداية وحدثنا عن أهم الملفات المطروحة على أجندة الحكومة في اجتماعها القادم تحياتي ريهام ماليكي ولكل السادة المشاهدين بالفعل ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العودة واستبق العودة عودة الحكومة إلى العمل مرة أخرى والتي ستبدأ في العمل في يوم الاثنين القادم في الثاني والعشرين من شهر أغسطس وسيكون اجتماع الأول للحكومة الفرنسية بعد انتهاء العطلة السنوية في يوم الأربعاء بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي عدة ملفات تنتظر الحكومة الفرنسية ريهام وأهم هذه الملفات هو ملف التضخم وملف الطاقة وأيضا ملفات أخرى منها التغيرات المناخية وما شهدته بعض المناطق من حرائق وأيضا من أعصير جوية وأمطار راح ضحياتها الكثير من المذارع الفرنسية أكثر من 30% من المذارع الفرنسية تم تدمير المحصولات أو المحاصيل فيها ولهذا الكثير من الملفات تنتظر الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء القادم هذا ما أكده جيرال دارمانا من جزيرة كورسيكا والذي أكد على أن اعتبار هذه الجزيرة هي منطقة كوارث طبيعية وارد وسيتم تخصيص مبالغ خاصة لمساعدة هذه المنطقة أو تلك كيف رأت وسائل الإعلام الفرنسية لديك خالد عودة المحادثات بين الرئيس الفرنسي وروسي بعد انقطاع؟ الحقيقة يعني بعد انقطاع دام تقريبا ثلاثة أشهر حيث أن كانت آخر اتصال للرئيس الفرنسي بنظيره الروسي في 25 مايو الماضي وكانت هناك الترحيبات وأكدت الصحف الفرنسية على أن بالرغم من الإساءة التي تمت من قبل الكريملين على حد تعبير بعض الصحف الفرنسية بأنها صنفت فرنسا من الدول غير الصديقة إلا أن الرئيس الفرنسي الآن وبسبب الأزمة أو التخوف من الأزمة الغذائية وبصفة خاصة موضوع الحبوب وتصدير الحبوب من ناحية وأيضا الوضع المقلق في محطة زابوريتجا للطاقة كان لابد له من الاتصال بالرئيس الروسي ورحبت كل الصحف الفرنسية الحقيقة بهذه الخطوة من قبل الرئيس الفرنسي وأكدت الصحف الفرنسية أن هذه الخطوة ستتلوها خطوات من المعروف ريهام أن كان هناك تصريح لكاترين كولونا وهي وزيرة الخارجية الفرنسية منذ أسابيع على أن التواصل مع الجانب الروسي سيستمر ولكن في الوقت والزمن المناسب حيث تتضي الضرورة إذن نحن أمام موقف جديد للرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية في إطار حلحلة أو محاولة حلحلة الأزمة الأوكرانية وتفادي الأصعب وبصفة خاصة في زل أنباء عن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وبالرغم من ما تقوم به الحكومة الفرنسية من توفير للغاز والكهرباء إلا أن الخريف القادم والشتاء القادم يبدو صعبا للغاية ريهام نعم خالد فرنسا مثل بقية الدول الأوروبية يعني واجهت ارتفاع نسب التضخم حيث قفز في يوليو الماضي إلى 6.1% على أساس سنوي كيف قيمت وسائل الإعلام أيضا كلمة ماكرون للمواطنين اليوم الحقيقة يعني ريهام كانت هناك كلمة في الرابع عشر من يوليو وهو العيد القومي أو العيد الوطني لفرنسا كان الرئيس الفرنسي تحدث فيها على أهمية أن يعني يستقبل الفرنسيين أقدارهم وبالأمس عاد كلمة هامة جدا وقال نحن ندفع ثمن للحرية وقيمنا والقيم الفرنسية ولهذا جاءت هذه الرسالة في محاولة تجييش أو بث الروح الوطنية للفرنسيين وبصفة خاصة أن بعد كلمة الرابع عشر من يوليو كانت هناك استطلاعات للرأي بتؤكد أن أكثر من 63% من الفرنسيين يستعدون للقيام بدورهم مع الحكومة الفرنسية في تحمل مسؤوليات وتدعيات الحرب في أوكرانيا وللأسف الشديد عند متابعة لبعض من ردود الأفعال من الشعب الفرنسي على شبكات التواصل الاجتماعي وجدنا أن هناك الكثير من الفرنسيين يعني يرفضون أو يتخوفون من تدعيات هذه الأزمة عليهم وعلى حياتهم اليومية ولهذا الارتفاع في الأسعار المستمر الحقيقة ريهام يؤرق الفرنسيين وهذا يجعلنا بصورة أو بأخرى نتفهم هذا التخوف من قبل الفرنسيين أو الشعب الفرنسي أو معظم الشعب الفرنسي في هذه الأيام وبصفة خاصة أن الجميع يستعدوا للدخول المدرسي في أول شهر سبتمبر كما تستعدوا الحكومة الفرنسية للدخول في الخطط الخاصة بها والاجتماعات الخاصة بها من يوم الاثنين القادم بالذهاب إلى قضية التغيرات المناخية والتي عانت منها فرنسا ما هي آخر المستجداد وما هي أيضا جهود الحكومة الفرنسية في محاولة احتواء أثار التغيرات الحقيقة ريهام فرنسا تعتبر من الدول الغير محظوظة لم يتوقف الأمر عن قضية الطاقة والأزمة ولكن الطاقة المناخية التي تسببت بحرائق راحة ضحياتها حوالي 60 ألف إقطار من الغابات الفرنسية وهددت بتوقف بعض من الإنتاج في المواد الخاصة المواد الغذائية بالألبان وارتفعت أسعار الألبان والمنتجات الألبانية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى حوالي 20 أو 30 في المية وهناك أيضا الكثير من الحقول الفرنسية فقدت 30 في المية من محصولها نتيجة لهذه الطايرات المناخية بعد موضوع الحرائق كانت هناك أجواء من الرعد والأمطار الرعدية والرياح الشديدة التي تسببت في اقتلاع الأشجار ودخول منطقة جزيرة كورسيكا إلى المناطق المنكوبة وسواء منطقة كورسيكا أو المناطق الخاصة بالحرائق تنتظر اجتماع الحكومة الفرنسية الأربعاء القادم على أحر من الجمر وذلك لصرف التعويضات بصورة أو بأخرى لكل الجهات التي تم تدمرها سواء عن طريق الأمطار الرعدية أو عن طريق الحرائق التي شهدتها الغابات الفرنسية كثير من المشاكل والحكومة الفرنسية أمام مأزة كبير بالرغم رهام من قانون القدرة الشرائية التي تم إقراره من قبل البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي وأيضا السلطة القضائية بالبرلمان الفرنسي ودعم المواطن الفرنسي أو الأسرة الفرنسية بحوالي 20 مليار يورو إلا أن تير بروتون وهو أحد المفتشين في البرلمان الفرنسي المفتشين الاقتصاديين أكد على أن فرنسا تحتاج إلى أكثر من 44 مليار يورو لتتخطى هذه الأزمة في هذا الخريف وهذا الشتاء نعم خالد شقير مراسل الأكسترونيوز كنت معنا من مارسيليا شكرا جزيلا لك انضمت وكالة التصنيف الاعتماني ستاندردون بورز إلى فيتش في رفع درجة التصنيف الاعتماني لأوكرانيا بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية وقالت الوكالة في بيان أن رفع النقاط الأهلية الاعتمانية للديون الخارجية إلى CCC Plus يعكس التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا وأضافت الوكالة أن المخاطر تبدو قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع قدرتها على الإفاء بديونها التجارية بما في ذلك بالعملات الأجنبية كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي في لاتفيا أن البلاد سجلت معدل بطالة بلغ 6.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصبح المعدل الأعلى بين دول البلطيق تلاتها إستونيا بنسبة 5.8% ولتوانيا بنسبة 5.2% وأضاف التقرير أن هناك نحو 62.800 تعاطل عن العمل في لاتفيا تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والأربعة وسبعين عاما وتعد معدلات التوظيف في لاتفيا هي الأدنى بين دول البلطيق مقارنة بنسبة 68.8% في إستونيا و 66.9% في لتوانيا أكد نائب وزير الخارجية الروسي أليكزاندر بنكين أن روسيا ستسعى للتخلص من عملتي الدولار واليورو في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء وقال بنكين أنه على خلفية الضغط الجيوسياسي المتزايد من قبل الغرب فإن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها هي التخلص من استخدام تلك العملات والانتقال إلى الحسابات بالعملات المقبولة والعملات الوطنية قبل كل شيء واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أنه في ظل الظروف الراهنة بدأت الكثير من الدول التفكير في التخلص من الدولار في أنشطتها الاقتصادية الخارجية لضمان سيادتها والآن نذهب لأهم أخبار أزمة الطاقة العالمية اشتركوا في القناة العالمية شكراً للمشاهدة رسيسكي انرغو رسورس موسيقى نحن نتوقع الآن لكي نتوقع رسيسكي موسيقى 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 قالت وزارة الخارجية الروسية ان البنية التحتية لخط انابيب نورد ستريم اثنين ستستخدم لتغذية مناطق شمال غرب البلاد بالغاز وكانت شركة جاسبروم الروسية قد اعلنت تعليق شحنات الغاز الى اوروبا عبر خط انابيب الغاز نورد ستريم واحد لمدة ثلاثة ايام وذلك بسبب اعمال الصيانة وقالت الشركة ان التوقف عبر هذا الخط الرئيسي سيكون خلال الفترة من الـ 31 من اغسطس الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل وصل سعر الغاز الاوروبي ارتفاعه المتواصل في ظل صعوبة جمع الاتحاد الاوروبي لاحتياطيات كافية تمكنه من الاستغناء عن وردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون احداث نقص وتم تدول العقود الاجلة لغاز تي تي اف الهولندي الغاز الطبيعي المرجعي في اوروبا بسعر 249 يورو للميجاواط في الساعة وهو مستوى لم يسجل منذ الايام الاولى للعملية الروسية في اوكرانيا حين شهدت الاسواق تقلبات كثيرة ومع ذلك لا يزال سعر الغاز بعيدا عن الظروة التاريخية التي تم تسجيلها في مارس عند 345 يورو قال المتحدث باسم رابطة شركات الكهرباء السويسرية ان متوسط تكلفة الكهرباء في البلاد سوف يرتفع بواقع نحو 30% بالنسبة للمنازل في عام 2023 وكانت وكالة بلومبرج قد اوضحت في وقت سابق ان الزيادة في اسعار الكهرباء ستصل الى نحو 315 فرنك سويسريا سنويا للأسرة الواحدة بينما ستواجه الاعمال التجارية زيادة في اسعار الطاقة بواقع نحو 10 الاف فرنك افادت صحيفة الجاردين البريطانية بان ازمة الطاقة تؤثر بشدة على الشوارع البريطانية مشيرة لزيادة التحذيرات من ضياع جيل من الشركات الصغيرة واوضحت الصحيفة البريطانية ان تأثير ارتفاع اسعار الغاز والكهرباء بدأ في ضرب المقاهي والمطاعم والمتاجر مضيفة ان عددا متزايدا من التجار صاروا يغلقون ابوابهم في جميع انحاء المملكة المتحدة وذلك بسبب التكاليف الباهظة المدفوعة بالتضخم البريطاني ونقلت الجاردين عن اتحاد الاعمال الصغير البريطاني بياناته بان 53% من الشركات تتوقع حدوث ركود او انكماش بالاقتصاد البريطاني في الاشهر الاثنى عشر المقبلة وافقت المفوضية الاوروبية على خطة قدمتها فنلندا بقيمة 687 مليون يورو للتعويد الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع اسعار الكهرباء النتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية ان هذا المبلغ سيسمح لفنلندا بتقليل تأثير تكاليف الانبعاثات غير المباشرة على صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة وبالتالي تقليل خطر نقل هذه الشركات لانتاجها الى بلدان خارج الاتحاد الاوروبي اشتركوا في القناة قال الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتاريش انه يتعين على الحكومات والقطاع الخاص التعاون لتوصيل الاغذية والاسمدة الروسية وكذلك الحبوب الاوكرانية الى الاسواق العالمية بمجاب الاتفاق الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي واوضح جوتاريش ان الحصول على المزيد من المواد الغذائية والاسمدة من اوكرانيا وروسيا هو امر بالغ الاهمية لتهديئة اسواق السلع الاساسية وخفض الاسعار للمستهلكين غادرت سفينتان تنقلان شحنات حبوب ميناء تشورنومورسك الاوكراني وتحمل السفينتان على متنيهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25000 طن من القمح وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للسفن التي غادرت موانئ اوكرانيا المطلة على البحر الاسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الامم المتحدة الى 27 سفينة اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن التزام بلاده الثابت تجاه اوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية واشار وزير الدفاع الامريكي الى ان حزمة المساعدات العسكرية التي تعتزم بلاده تزويد كييف بها تصل قيمتها الى 775 مليون دولار وتتضمن مزيجا من القدرات العسكرية التي تساعدها في التصدي للعملية العسكرية الروسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ان اجمال المساعدات العسكرية الامريكية المقدمة لاوكرانيا في ظل ادارة الرئيس جو بايدن تجاوزت العشرة مليارات دولار وفيما يتعلق بحزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف المقدمة من وزارة الدفاع الامريكية والبالغة قيمتها 775 مليون دولار اوضح بلينكين انها تتضمن اسلحة وذخائر ومعدات قال نائب وزير الخارجية الروسي ان روسيا مستعد لتشديد ردها اذا زادت حدة العقوبات الغربية لكنها ستحاول تجنب اي مواجهة واضاف الدبلوماسي الروسي ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي لا تزال تتمسك بفرض عقوبات خانقة على روسيا واقتصادها ومجتمعها متهما الغرب بالسعي الى زعزعة الوضع السياسي الداخلي والحاق الضرر الاقتصادي والاضرار بمستويات المعيشة تتزايد الدعوات في اوكرانيا من اجل حظر دخول السياح الروس الى اراضي الدول الاوروبية في سياق العقوبات المفروضة على موسكو الا ان هذه الخطوة لا تبدو موضع اتفاق بين الدول الاوروبية ما دفع وزراء خارجية التكتل الاوروبي الى وضعها على جدول النقاش في الاجتماع المقبل والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري يبدو ان حظر دخول السياح الروس الى الاراضي الاوروبية خطوة ليست موضع اتفاق من قبل دول الاتحاد الاوروبي رغم الدعوات الاوكرانية وبسبب الخلافات البادية وضعها وزراء خارجية التكتل الاوروبي على جدول النقاش في الاجتماع المقبل الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري وعلى الرغم من اشكالية هذا الملف الا ان عدة بلدان اتخذت خطوات في هذا الاتجاه من بينها فنلندا التي قررت الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للسياح الروس وذلك اعتبارا من الاول من سبتمبر الى 10% مما هي عليه حاليا كذلك تشيك التي توقفت عن منح تأشيرات دخول للمواطنين العاديين وعلى غرار براغ شددت دول البلطيق وبولندا منذ بدء العملية الروسية على الأراضي الاوكرانية فبراير الماضي شددت نظام منح تأشيرات دخول للروس سواء بوقفها تماما او رفضها للسياح العاديين مع بعض الاستثناءات للحالات الانسانية ومتابعة الدراسة والعمل في المقابل ترددت برلين بشأن تلك الخطوة واكد المستشار الألماني أولاف تشولز ان الحد من تأشيرات الدخول السياحية سيعاقب كل الناس الذين يفرون من روسيا كذلك ايادت البرتغال الموقف الألماني معتبرة ان العقوبات يجب ان تهدفوا اولا الى معاقبة الاهلة الحربية الروسية وليس الشعب الروسي يذكر ان دول فضاء شينجين الست والعشرين طلقت ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021 بينها خمسمائة الف طلب من مواطين روس رفضت نحو سلاسة في المائة منها وغالبا ما ينبغي ادراج الاسباب خلال قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها سواء كانت تشكل خطرا على الامن او نظام العام او العلاقات الدولية لأي من البلدين قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ان هدف موسكو الرئيسي من عملياتها العسكرية في اوكرانيا هو حماية سكان دونباس متهما الولايات المتحدة بانها فعلت ما بوسعها لكي تصبح اوكرانيا منطقة مناوئة لروسيا وعلى صعيد اخر اوضح شويجو انه تم العثور على الغام في المواقع التي تتركها القوات الاوكرانية سيتم نشر الكثير من الوثائق من قبل ارشيف وزارة الدفاع وبعد ذلك سيتم نشر معلومات عن معركة نيبر وماريوبل خلال الفترة الاخيرة قامت وزارة الدفاع بنشر 17.5 مليون وثيقة تاريخية وفي اماكن القتال ومن يشارك فيها يفهم تماما ما يجري هناك كذلك يتم تعديل القوانين والدستور بمكافحة الفاشية قالت وزارة الدفاع الروسية انها اسقطت 13 صاروخا استهدفت محيط محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خرسون واشارت الوزارة الى مقتل 100 مسلح بينهم 20 مرتزقا امريكيا في مواقع تابعة للقوات الاوكرانية في خاركيف ذكرت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم انه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق مدينة ايفباتوريا واكد مسؤول روسي اسقاط روسيا لهدف فوق المدينة مشيرا ان ان القرم محمية وقامت روسيا بتفعيل انظمة الدفاع الجوي في مضيق كيرتش والذي يصل البحر الاسود ببحر ازوف ويفصل شبه جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تمان في الشرق هذا وسقط الطائرة المسيرة على سطح مقر اصول البحر الاسود في مدينة سيفاستوبول دون تسجيل اي اضرار وحث عمدة المدينة السكان على البقاء في منازلهم قدر الامكان خلال الساعة القادمة دع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي الى ضبط النفس بشأن محطة زابروجيا النووية الواقعة جنوب اوكرانيا وعدم اتخاذ اي اجراء يمكن ان يعرض سلامة المحطة وامنها للخطر ذلك وسط محاولات لارسال بعثة للقيام بانشطة تتعلق بالسلام والامن في المحطة المزيد في سياق التقرير التالي باتت محطة زابروجيا النووية نقطة توتر جديدة في واجهة النزاع العسكري بين روسيا واوكرانيا على خلفية السيطرة الروسية على المحطة والمخاوف المتعلقة بوقوع جارثة نووية عالمية جديدة التحذيرات الدولية بشأن الاوضاع حول المحطة ما زالت متواصلة حيث دعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روائل جروسي لضبط النفس كذلك دعى الى عدم اتخاذ اي اجراء جديد يمكن ان يعرض سلامة المحطة وامنها للخطر لافتا الى ان الوكالة تجري مشاورات مع الاطراف لارسال بعثة للقيام بانشطة تتعلق بالسلامة والامن في اسرع وقت ممكن من جانبه طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش طالب روسيا بعدم قطع محطة سابوريجيا التي تسيطر عليها في جنوب البلاد عن شبكة الكهرباء الاوكرانية واستطهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالمسؤولية عن عمال القتال بالقرب من المحطة في سياق متصل ابدت الشركة المشغلة للمحطات الاوكرانية انريجواتوم تخوفها من فصل الكهرباء عن المحطة مؤكدة ان الجنود الروس يبحثون عن امدادات لمولدات تعمل بالديزل ستستخدم بعد وقف تشغيل المفاعل كما فرضوا قيودا على وصول الموظفين الى الموقع على الجانب الاخر وافق الرئيس الروسي بوتين على ارسال بعثة من القبراء الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى محطة سابوريجيا النووية مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم لمفاتيش الوكالة محذرا من ان القصف المنهجي لمنطقة محطة سابوريجيا يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق في السياق ذاته اعتبر الرئيس الاوكراني زيلينيسكي ان استعادة الامن بشكل كامل في سابوريجيا يمكن ان يبدأ بعد مباشرة البعثة الدولية عملها للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل حسين في البداية اهلا بك ويعني اريد ان اتحدث معك عن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي والذي قال ان روسيا مستعدة لتشديد ردها اذا زادت حدة العقوبات الغربية ما الذي يقصده هنا لانه قال ايضا واضاف انها ان روسيا ستحاول تجنب اي مواجهة ماذا يعني بتجديد العقوبات ماذا يعني عفوا بتجديد الرد نعم ريهام تحياتي بالنسبة لمصرح به نائب وزير الخارجية الروسية حول الرد الروسي على العقوبات الغربية في حال اشتدت العقوبات فان الرد الروسي سيكون مؤلما هذا الامر ليس جديدا ريهام بل ان الخارجية الروسية وتحديدا رئيس القسم الاقتصادي في الخارجية الروسية حذر من الرد الروسي في بداية العملية العسكرية وبداية فرض الغرب العقوبات على روسيا الجميع يعلم وتحديدا خبراء الاقتصاد يعلموا جيدا على ان الحجم روسيا على الساحة الدولية يمكن أن يؤذي الدول الغربية في حال ردت روسيا على تصرفات وعلى العقوبات الغربية في الحبوب وفي القمح روسيا تعتبر المركز الأول في تصدير القمح إلى العالم أيضا يوجد العديد من الموارد التي يحتاجها العالم من روسيا وتحديدا في الصناعات النفيسة وفي المواد التكنولوجية والمواد الطبية وبالإضافة إلى مواد الطيران أيضا في المركبة الفضائية يوجد المزيد من القطاعات يحتاجها العالم وتحديدا الدول الأوروبية تحتاجها من روسيا نهيكة عن النفط وعن الغاز لغاية الآن روسيا فقط ألزمت الدول الغير حليفة أي الدول التي شاركت في فرض العقوبات على روسيا ألزمتها روسيا في دفع مستحقات الغاز بالروبل وحدثت مشكلة لدى هذه الدول عند تأمين الروبل لدفع مستحقات الغاز الروسي فكيف لو تصرفت روسيا وألزمت هذه الدول بدفع مستحقات كافة الصادرات الروسية بالعملة الروبل هنا المشكلة الكبرى تكمل لدى هذه الدول نتيجة الخطوات الغير صحيحة التي يتخذونها تجاه روسيا الرئيس بوتين في بداية الأزمة ريهم حذر من أن القرارات الخاطئة التي ينتهجها ويتخذها الغرب ضد روسيا ستنعكس سلبا على الغرب أكثر مما ستؤثر على الاقتصاد الروسي بالتأكيد الاقتصاد الروسي ريهم تأثر من العقوبات الغربية لكن التأثر السلبي سينعكس على الاقتصاد الغربي نتيجة الحاجة الغربية إلى روسيا أكثر مما تحتاج روسيا إلى الدول الغربية وهذا الشيء أكده جميع المسؤولين هنا في روسيا الجميع كان يتحدث عن أن عزل روسيا لا يمكن نتيجة وجود عدد كبير من الدول حليفة لروسيا وأيضا عن الحجم الذي تلعبه روسيا على الساحة الدولية أما وبالنسبة لتصريح نائب وزير خارجية وحول أن روسيا لا تريد اشتباك مباشر أو دخول في اشتباك مباشر مع الدول الغربية الخبراء هنا أكدوا على أن هذا الأمر حسب ما صرح به نائب وزير الخارجية هو طلب روسي على أن روسيا تأمل من الغرب بضرورة استئناف الحوار واستئناف المفاوضات مع موسكو من أجل حل جميع التوترات على الساحة الدولية لكن هذا الشيء يجب أن يضمن الحجم الروسي والدور الروسي على الساحة الدولية الرئيس بوتين في منتدى موسكو العاشر للأمن الدولي أكد عن أن الرابع والعشرين من فبراير تاريخ الرابع والعشرين ليس كما قبله الرئيس بوتين في كلامه أكد على أن الروسيا والصين لن يخضعوا إلى السياسة والهيمنة الأمريكية أيضا أشار إلى وجود أو ظهور عالم متعدد أقطاب الآن هذا العالم أو هذه الأقطاب الجديدة ستظهر على الساحة الدولية في الأشهر القليلة المقبلة الجميع هنا في روسيا ريهام يؤكد على أن ما بعد العملية العسكرية ليس كما قبلها الولايات المتحدة لم تعد القطب الواحد في العالم بل روسيا أصبحت زاد حجم لديه موقع على الساحة الدولية لا يمكن لأحد أن يعزل روسيا عن باقي دول العالم نعم حسين يعني هذه جزئية مهمة فكرة العزل وفكرة أن أوكرانيا تدعو فعلا الدول الأوروبية لحظر دخول السياح الروس إليها هناك طبعا اختلاف في هذه الجزئية يعني هناك دول تقبل وهناك دول لا تقبل التزام بهذا الحضر وبالتالي وزراء خارجية التكتل الأوروبي في اجتماعهم القادم نهاية هذا الشهر سيدعون هذا الأمر على جدول النقاش ما هو رد الفعل الروسي تجاه هذه الدعوة من قبل أوكرانيا تحديدا لحظر دخول السياح الروس إلى الدول الأوروبية أولا في حال تم اتخاذ هذا القرار تجاه السياح الروس بالتأكيد الخارجية الروسية هنا ستمنع السياح الأوروبيين من دخول الأراضي الروسية هذا الشيء حتمي نظرا إلى أن الخارجية الروسية أعلنت منذ بداية الأزمة عن أن ردها على العقوبات الغربية أو عن أي تصرف تجاه روسيا سيكون الرد بالمثل أي رد على التصرف ثانيا الدول الأوروبية في حال تبنت هذا القرار التي تطالب به أوكرانيا فالدول الأوروبية هي ستخسر السياح الروس الجميع يعلم وهنا أتحدث عن الشركات السياحة والشركات الأجنبية تحديدا وليس الشركات الروسية الجميع يتحدث عن أن المواطن الروسي أو السائح الروسي عندما يدخل إلى الدولة الأوروبية يقوم بشراء أكثر من حاجاته أي بمعنى آخر على أن السائح الروسي يصرف ما لديه من أموال بهدف الاسترخاء والتمتع بأي دولة أوروبية كانت الدول الأوروبية في حال تبنت القرار تجاه السياح الروس هذا الأمر سينعكس سلبا أكثر على الدول الأوروبية أيضا وعلى الشأن السياسي سيؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبين هذه الدول ولكن هنا حسب بعض الخبراء ريهام بعضهم يشير إلى أن الدول الأوروبية من غير الممكن أن تتبنى هذا القرار تجاه السياح الروس نظرا إلى أن القرار أو الخطوة التي تطالب بها أوكرانيا الآن هي أصبحت على أبواب الشتاء والدول الأوروبية على أبواب الشتاء هي بحاجة إلى روسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي بلاديمير بوتين هذه المعلومات لم يتم الإعلان لم يعلن عنها عبر وسائل الإعلام إن كانت روسية أو فرنسية لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن الرئيس مكرون طالب من الرئيس بوتين بضرورة بخ الغاز كما كانت تصدره روسيا إلى الدول الأوروبية قبل العملية العسكرية أيضا الرئيس مكرون طالب الرئيس بوتين بالالتزام بقرار تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية أي بمعنى آخر يوجد العديد من الخطوات التي تحتاجها الدول الأوروبية من روسيا وخصوصا على أبواب فصل الشتاء الدول الأوروبية لا يمكنها أن تعز الروسيا أو تمتنع عن شراء الصادرات من روسيا وأيضا لا يمكنها أن تمنع المواطن الروسي من دخول أراضيها وفي حال استخدمت روسيا سلاح الغاز بواجه هذه الدول فكيف ستؤمن الدول الأوروبية غاز بديل للغاز الروسي وكيف سيكون سعر الغاز البديل مقارنة مع سعر الغاز الروسي الأمور رهام زاهبة نحو التصعيد اليوم منذ صباح اليوم جميع الخبراء هنا في الداخل الروسي يتحدثون عن تصعيد إن كان هذا التصعيد في العملية العسكرية والتطورات العسكرية وإن كان هذا التصعيد أيضا في القنوات الدبلوماسية وفي العلاقات بين روسيا وبين الدول الغربية بمناسبة هذا التصعيد الميداني تحديدا يعني ما هو الجديد فعلا وما هو الأبرز اليوم فيما يخص العمليات العسكرية حسين رهام بالنسبة للعملية العسكرية اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن مقتل 100 مقاتل أوكراني من بينهم 20 مقاتل يحملون الجنسية الأمريكية وهذا خبر مهم اليوم حيث بعد اسقاط منظومة الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأسطول البحري الأسود الأمر يشير إلى أن القادة في الجيش الأمريكي هم من الذين يعطون المعلومات إلى القوات الأوكرانية من أجل استهداف أراضي شبه جزيرة القرم أيضا وفي التطورات العسكرية رهام لا زالت العملية العسكرية مستمرة قصف روسي عنيف على مدينة خاركب هذا القصف غير مسبوك هذه المعلومات تتحدث عنها وسائل الإعلام الروسية أيضا ومن جهة دانيتسك القوات الروسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية في أفديفكا وفي سوليدار نظرا إلى أن أجانب الأوكراني يستخدم من هذه المدن كمصدر لإطلاق الصواريخ نحو المباني السكنية في إقليم دانيتسك أيضا وفي دانيتسك أتحدث القوات الروسية لازالت تحاصر مدن كراماتورسك وباخموت وسلافيانسك هذه المدن التي لازالت تحت تحت السيطرة الأوكرانية الأسابيع الماضية كانت تشهد برودة نوعا ما في العملية العسكرية الروسية وفي التقدم العسكري لكن معظم الخبراء تحدثون عن أن الأسابيع المقبلة ستكون أسابيع أكثر حماوة نظرا إلى التصعيد المقبل في العملية العسكرية الروسية وأيضا نظرا إلى الخطوات العدائية التي تتخذها القوات الأوكرانية ضد روسيا إن كانت هذه الخطوات في قصف محطة الطاقة النووية في زابروجي وأيضا إن كانت في القصف الأوكراني على أراضي شبه جزيرة القرم وهنا بالنسبة لأراضي شبه جزيرة القرم أشرت إلى هذه النقطة في رسائل سابكة فإن المواطن الروسي يعتبر أراضي القرم على أنها أراضي مقدسة هذا الأمر يعني حسب الخبراء عن أن القوات الروسية سترد بشكل حاسم وبشكل حتمي على الاستهداف الأوكراني نظرا إلى قدسية القرم بالنسبة للمواطن الروسي وبالنسبة للقيادة الروسية فالاستهداف الأوكراني المتواصل على أراضي القرم من شأنه تصعيد عسكري بين الطرفين الروسي والأوكراني وأيضا من شأنه أن تستهدف القوات الروسية مراكز صنع القرار على الأراضي الأوكرانية وحسب الخبراء مراكز صنع القرار هي المراكز الحكومية الأوكرانية وأيضا مقر إكامة زينينسكي بالإضافة إلى وزارة الدفاع الأوكراني نعم حسين مشيك مراسل أكشتر نيوز كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك والآن فاصل ثم نعود معكم وأول فقراتنا لليوم انتظرونا أهلا بكم جديد ومستمرين في حديث الأخبار حوارنا في الفقرة دي هيكون عن الاقتصاد العالمي اللي مر خلال الأعوام الأخيرة بأزمات عديدة وده بدءا من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تراجع لمعدلات النمو على المستوى العالمي وارتفاع لمعدلات التضخم وأخيرا كمان التغيرات المناخية لسبب أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي ضفنا الموجود معنا في هذه الفقرة عبر سكايب هو دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي مساء الخير وأهلا بك دكتور يهلا وسهلا مساء الخيري فرد أهلا وسهلا يعني في البداية أقولي زي بتشوف الأزمات المتتالية اللي عصفت بالاقتصاد العالمي ابتداء من جائحة كورونا وحتى التغيرات المناخية وطبعا مرورا بالأزم الروسية الأوكرانية إزاي كل ده أضعف الاقتصاد العالمي بداية مرحبا بحثنا بمشاهدين طبعا نحن المهاردة العالم بيمر بمحنة تالية يمكن شديدة الوطف على الاقتصاد العالمي في الكامل بأزم كورونا وشوفنا فيها طبعاته من التوقف من التوقف على الاقتصاد العالم وشوفنا شخمة لأسعاد النفط اللي برواسط بلاحظة من اللحظات يبقى من سعر برميل النفط بسالب سبع أقرار اللي بحتى ألاقي يا دولة كان في حالة التعافي من الاتصاد العالمي بعد حالة التعافي والتعايش مع جائحة كورونا جاءت علينا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي كانت شد وقتها من أزمة كورونا وسريعة في وقتها اللي قامت شوفنا نهاردة وعد التضخم غير مصبوط دل مرة في أصاب كل دول العالم شوفنا نهاردة ركوب من صاحب هذا التضخم يعني فكرة الركوب التضخمي اللي ما كانش يعني ما ممرش على العالم من الأزمة الـ 73 كل هزين أمور طبعا يزيد عليها نهاردة التغيرات المناخية اللي كانت الناس حتى بيقول إن هي دي رفاهية والنهاردة الشعور كلها بتنزل تغيرات المناخية هما تخلفوا على الشعور نهاردة من أزمات وعصير وحرارة وقبات والجفاف في المحاصيل كل هزين أمور طبعا أزمات مكتالية أصابق العالمي بالكامل اللي لم ينجوا من هزين أزمة لدول العزمة ولا دول صغر كل دولة النهاردة بقيت تعاني من تضرر سلسل الإجداد من زيادة معدلات من ضخم من نخص من السلع الاساسية اللي بيحتاجها مواطن كل دول العالم بتون استثناء النهاردة داخلين على الشتاء يعد من الشتاء القارس والأوروبا النهاردة من أكبر الأزمات اللي ستعاني منها أوروبا في هذا الشتاء هي نقص من تدات الوقود سواء غاز طبيعي والمشتقات النفطية كل هذه الأمور طبعا بسبب تداعيات الأزمة الرجلية الإلكترونية اللي بتتصاعد حديتها يوم بعد يوم مع تصاعد وطيرة العقوبات المقصدية اللي بتفرق من قبل دول العالم سواء البيكة أو الاتحاد الأوروبي واني كنت أعتقد أن اللي بتفع هذه الرقوبات الأكثر أو اللي بتدرر أكثر هو الاتحاد الدول في نفسه أكثر من الدولة الروسية نفسها يعني لماذا في رأيك الدكتور محمد فعلا الاتحاد الأوروبي هو أكثر من تأثر يعني بالفعل الدول كلها تأثرت بهذه الأزمة لكن احنا بنشوف أن حجم التكلفة الاقتصادية والخساء الاقتصادية كانت من نصيب أوروبا لماذا طبعا الاتحاد الأوروبي مشكلته القبرى أنه ملاسق للدولتين اللي هو الدولتين النزاع أوكرانيا وروسيا العلاقات الاقتصادية وقيدة جدا وانتم فيه شب تكامل اقتصادي مع الجانبين النهاردة الغاز الروسي هو مصدر أساسي تقريبا ما يزيل عن 30% من احتاجات الاتحاد الأوروبي بالكامل هو مصدر الغاز الروسي طبعا كل نهيب عن الساعة الأساسية سواء قمح أو سلع المدخلات الانتاج اللي هي كلها مصدرها روسيا وأوكرانيا فالنهاردة فكرة الإغلاق اللي تم يمكن الاختار موعد العمليات العسكرية هو كان الجانب الروسي فهو كان عنده مضبط كساباته ومضبط قبلوياته النهاردة اللي تم إغلاق عليه للسوء للأسوال الأوروبية كان عنده البديل اللي بدأ يسوق النفط والغاز الطبيعي للدول الشت سواء الهند أو الصين اللي طبعا يكفيه يعني ماكسب للطرفين النهاردة بيبيع برا منظومة البلس بالسعر اللي هو متدني عن الأسعار العالمية بس إن كان أعلى من الأسعار قبل الأزم على الجانب الآخر طبعا اللي تحت الأساسي والوحيي وممكن النهاردة بيلوح الاتحاد الروسي بسلاح الغاز الطبيعي ممكن بشكل جزي لكن أعتقد أنه يؤخر هذه الكارت أو هذه المعركة بالجاز الطبيعي إلى الشتاء اللي سيكون أشاء توضع على الجانب الاتحاد الروبي اللي لم يستطيع توفير بدائل تبطي ما كان يستورده من الجانب الروسي العديد من التقارير يعني المؤسسات المالية العالمية بتشير الاحتمال حدوث ركود تضخمي بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو وكيف ترى هذا الرأي بالفعل نهاردة في ركود التضخمي بالفعل النهاردة معدلات تضخم غير مصطوب يوم بعد يوم ويقابلوا على العكس النهاردة في ركود في كافة الصناعات النهاردة نشوف الدول الألم يحاول المتابعة عن طريق السياسة النقدية وقد وقتها وانكم نشوف النهاردة ارتفاع رفع أسعار الفايدة وشوفنا الفيدرالي رفع أكثر من مرة والانتحاد أوروبي رفع أكثر من مرة والدول الخليج المصاحبة الملاسق للاقصاد الأمريكي رفعت ومصر بالفعل لكن النهاردة هي المشكلة مش مشكلة الزم السيئولة هي المشكلة النهاردة ومدخلات الانتاج بالكامل فيها ارتفاع وقد أدى إلى طلة الانتاج أو ارتفاع التكلفة التي قدت أنه لا يوجد تسويق لهذه الأمور وصلنا في الآخر لحالة الرقود وهذا الرقود يجب أن يتدخل نحي الرقود التدخل وهذا صعب جدا لم يحدث أكثر أوقات لم يحدث أزمة حرب 70 وكان صعب جدا على مستوى العالم يستخدم هذا السلاح في حرب 73 لكن اليوم نحن نشوف أن الاستياد في الأزمة وارتفاع المكتالي في موعدلات التضخم يمكن الذي يزيد على موعدلات التضخم اليوم نقص في السلع ونقص في السلع الاساسية طبعا ناتج عن الضطور أو اتراج الانتاج في أغلب دول العالم نعم طيب دكتور خلينا نوح لمحور آخر فيما يتعلق على الاقتصاد لكن الأول هنتابع مع سادة المشاهدين هذا العرض عن الأثار الاقتصادية للتغيرات المناخية ونرجع نواصل حوارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور محمد البهواشي مرة تانية بنرجع لحضرتك يعني بعد متابعة هذا العرض لأي مدى بتؤدي التغيرات المناخية إلى خسائر اقتصادية خصوصا يعني إذا ما أشارت تقديرات عالمية لخسائر بتصل لـ 23 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 بالفعل النهاردة التغيرات المناخية النهاردة بتصيب العالم يمكننا أنت الناس أنا بتعتقد أنها دي رفعية الناس بتتكلم ايه التغيرات المناخية وايه الصدافة مصر 27 ويقول لها لكن النهاردة المشكلة أنها بقت شيء أساسي جدا ونهاردة لما تقيمه قساطيا بيكلف ألاف أم مليارات لأي تريليون دولار للخسائر بتصببها أساسي التغيرات المناخية ارتفاع درجة حرارة الجن ودرجة واحدة بتؤدي إلى زيادة مياه البحر ارتفاع منصوب المياه البحر بتؤدي إلى زيادة منصوب المياه الجوفية بتؤدي إلى تلف محسين وجفافها بتشوف عصير متتالية بتشوف حرارة للغباد كل هذه الأمور بتؤدي إلى خسائر الشريف أرواح خسائر الموارد الموارد الأساسية للدول بتؤدي إلى مجاعات كل هذه الأمور التي تقول عليها تكلفة عالية جدا التي تتحملها الدول يمكن النهاردة لا يوجد تفريق في الأهزاء الأثر ما بين دولة فقيرة ودولة غنية الأثر أغلب الدول تضررنا الفقيرة كانت هي أكثر عرضة أو أكثر وط عليها ما عندهاش الملائة المالية تقوم أو تدافع عن أرساء أو تعمل الإجراءات الاحترازية التي تخفف هذه الإجراءات لكن نهاردة نشوف الأمريكا تسلب من العصير المتتالية نشوف نهاردة حرائق في الرباء في الجلطرة في فرنسا كلها تعد بكلفة وزي ما أخذيت قدلتي فيه خطة استراتيجية عشي 50 نهاردة تتكلف الخسائل الاقتصادية دكتور من التغيرات المناخية هذا العام خلال النصف الأول بلغت 72 مليار دولار إذا استمرنا بهذه الوطيرة خطور الدقي طبعا النهاردة احنا بنهدر في موردنا الأساسية نتكلم من مورد مورد الرباء الشجرية مورد المحاصيل الزراعية النهاردة بكثير مشكلة لأن الأزمة روسية البرمية وضعت العالم كله في جوة المعادلة حتى نشوف دول الحد الرب التي كانت أكثر الدول التي تنادي بالمفراز على البيئة أو تخليل المعثال الحالية النهاردة أكثر الدول ما بين الشرطية الراحة ما بين توفير الطاقة بأسعار مكتفعة أو أسعار استخدام طاقات ممكن تقول الوقود الأحولي أو زيت الحريق يعاد استخدام مرة أخرى بعد المكان انتهى عندها يمكن أنه الأسوأ أنه ممكن تعيد استخدام الفهم في الشتاء القادم فكل هذه دول طبعا بعد تغلوفة على الدول الدول بالكامل أنه حتى هذه الأسوأ المناخية التي يهدر في السروات الشعوب سواء المحاصيل سواء زيادة مياه الجوفية والمجد المبانية سواء نشوف النحر الذي يتم زيادة مياه للضحر كل هذه الأمور يبقى للسروة للسروة للسروات الشعوب النهار حتى الأنطار فيه دول تعاني من جفاف دول فقر فيها الأنطار بفيضانات ويمكن الأنطار حلية وتؤذي بتطري في المحاصيل وتؤدي إلى الثلاث الأسنانات الجوفية مياه العزمة كل هذه الأمور تكلفة اقصدية يدفع تمانها المواطن على مستوى العالم بدون دورة فقيرة وإن كان الدورة فقيرة هي أقصى المتضرب ويمكن هي التي تدفع خطورة العالم كله أنه طبعا هناك طبعا عدد من الإجراءات تقوم بها دول العالم المختلفة للتغلب على أثار التغيرات المناخية شفنا أمريكا عملت حزمة من الإجراءات بتكلفة تقديرية 400 مليار دولار لمحاولة التغلب على أثر التغير المناخ هل هذه الإجراءات كافية في رأيك طبعا هي الإجراءات طبعا هي في طريقنا إلى الاتجاه المحمول النهار دا نتكلم أنه هناك اتجاه دولي للوقت للإقتصاد الأخضاء وطبعا لما يضر من عوائد كثيرة هي عوائد تقليل التقليل التكاليف أو الكولفة المسببة للتغير المناخ النهار دا هناك الاستدامة بفكرة الأقتصاد الأخضاء سواء طاقة التجديدة طاقة الشمسية طاقة الرياح النهار في الحيدوجين الأخضر المشروع يدعم الأخضاء الأخضاء يدعم الاستغلال الأمس لكافة المواد سواء الأرض سواء المياه سواء استغلال المياه كافة نواعة تستغلال مرة لتين وثلاثة ممكن مصر النهار دا بقيت فيها نمازج اللي هي الاستغلال الأمس لمواد المياه المعالجة النهار نزود النقات الصراعية في ظل أزمة مياه أو نضرب من المياه فهو النهار اللي يكون عليه اتجاه للإقتصاد الأرض المباني تتحول من بدل ما هي مباني تسبب كلاوس أو زيادة البعثات الحرية المباني تكون أي ما كلها على المباني الزاكية على الاستخدام الالتخلوج الحديثة اللي هي التقليل من البعثات الحرية للاستخدام الغاز الطبيعي على الأقل أنه يكون أقل في البعثات الحرية كل هذه الأمور طبعا يعني الخطوات بتنتهجها الدول ويمكن مصر النهار طبعا التي تنتهجها تنتهجها اللي هي بتغطي خطوات الحمد لله تطريقنا إلى الهصول إلى الأخضر عندنا خطوات ويمكن سباق مصر بالنسبة الداخلين إن شاء الله في الأدروجين الأفضل يمكن مصر اشتغل على كاف الطعام ويمكن خطوات محمود الخطوات الحالية نعم دكتور بس أذنك تفضل معنا على الشاشة لأنه معنا كمان على التليفون دكتور سامير تنطوي استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ مساء الخير وأهلا بك يا دكتور يعني التغيرات طبعا ملحوظة جدا من خلال تقلبات طق صغير معهودة تفسيرك لده أستاذ خيري أهلا بحضرتك وبأستاذ المشاهدين الحقيقة أوروبا بتعيش فترات عصيبة مجموعة من الهزمات مجتمعة بداية من أزم الطاقة وغزاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ثم أزمة رقود اقتصادي وأزمة مؤخرا أزمة جفاف بتضرب أوروبا يعني هي الأزمة لم تحدث منزمة يقرب من 500 سنة تقريبا منسيب المياه في الأنهار الرئيسية في معظم الدول الأوروبية وصل لحوالي 30 سنت تبقى لمعهد الهيدرولوجيا الألماني وده طبعا بيأثر على الصناعة والطاقة والثلاثة للإمداد طبعا الخسار المتقعة نتيجة موجة الجفاف يعني حصلت موجة الجفاف في 2018 جلبت حوالي 5 مليار يورو الموجة الحالية هي أشد وطأ من الموجة بتاعة 2018 حويات السفن اللي بتمر في الأنهار الأوروبية خاصة التي تحمل بمواد زاد سلب الطاقة زي الفحم وديزل بيتم تحملها بربع طاقتها نظرا لأن المنسوب لا يسمح بغطس أكثر من كده طبعا في عشر الأنهار مثلا نهر الراين يربط ألمانيا بسوسرا وينتعي في روترزان في هولندا أيضا في نهر بول إيطالي انخفض تضافقات المياه إلى عشر معدلها تقريبا مع توقف طول أمطار طبعا نهر بودة طبعا ليه ودي ودي بودة بمثل 40% من إداج إيطاليا الدراعي تقريبا المزارعين في الهزر ودي خاصة المزارع الأرز في توقعات بفقدان 60% من المحاصيل هذا طبعا هيتسبب فيه أزمة غزاء إضافة للأزمات الموجودة على الأرض فعليا طبعا نهر الدنوب أيضا في باباريا أيضا انخفاض المناصيب أدى لسلطات سربيا ورومانيا بتحاول أنها تشوف خلول بحفر يعني خنوات أعمى في محاولة التي يستغلب على هذه المشكلة طبعا السلطات في الدول الأوروبية منذ فترة قريبة كانت بتطالب المواطنين بترشيد الطاقة علشان أزمة الغاز اللي هي بسبب نقص الإمداد الإمدادات الروسية بسبب الحرب والعقوبات دلوقتي بيطالبوا أيضا بترشيد المية يعني استهلاك المية من 140 لتر في اليوم إلى 100 لتر في اليوم للمحاولة الخروج من أزمة الجفاف اللي بدرب أوروبا كلها يعني تقريبا دلوقتي وارتفاع براجات الحرارة طبعا كلنا شفنا في الحرارة في فرنسا وأسبانيا وإنلترا وصلت أرقام كبيرة مش متعودين عليها وده بيؤدي إلى معدلات وفيات عالية طبعا البيوت في أوروبا مصممة بطريقة غير البيوت عندنا مثلا في المنطقة بتاعتنا إنها ما بتسمحش بالتبادل الحراري علشان في الشتاء القارس في ناس معدل العمري في معظم دول الأوروبية عالي وطبعا درجات الحرارة العالية بتتسبب في وفيات بشكل كبير درجة الحرارة في الليل مثلا في هذه الفترات المماشلة في الأقام الماضية في دول زي فرنسا واسبانيا وبرتغال وعلمانيا كانت حوالي 15-16 الفترة اللي فادت توصل لـ 30-35 درجة فطبعا دي بنول عليها احنا اكستريم وزر او حدث مناخية جامحة نتيجة التغيرات المناخية بتزيد من نعم بتشوف ازاي الاجراءات اللي بتتخذها يعني دول العالم المختلفة للحد من تأثير ومخاطر التغيرات المناخية وهل يعني هذه الاجراءات كافية في رأيك الحقيقة الاجراءات غير كافية للأسف الشديد يعني هي بداية من يعني ريد جينيرو في 1992 واتفاقية الأمم تحت الاجراءات المناخية وكان الهدف الاساسي منها هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحلالي ثم جاء كيوتو بروتوكول في سنة 1997 وكان الهدف الاساسي منه هو البدء في تخفيض غازات الاحتباس الحلالي لم يتحقق هذه زوالة زي ثم جاء انتفاق باريس في 2015 والهدف منه الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الارض الى درجة ونصف او درجتين لان طبعا درجتين ده هيأثر على كل النظم الاحيائية في كوكب الارض احنا وصلنا وصلنا واحد واثنين من عشر درجة مقوية وفي طرينا الى الاثنين درجة دي حسب الدراسات العلمية بتاعت الهية الحكومية المعنية بتغير مناخ بس سيناريوهات بتقول ان احنا رايحين في السكة الغلط طبقا للتقارير المقدمة من الدول وده ادى بالهية الحكومية الدولية المعنية بتغير مناخ انها بتطالب في التقرير القادم لها ان يكون تقرير عن التغير المناخي الكارثي علشان الاحتياج المناخية الكارثية المتوقعة وفي دراسات تمت في عدد من الجامعات الغربية زي مثلا على سبيل الحصر جامعة كامبريج عمل دراسة عن سناليوهات التغيرات المناخية لغاية سنة 2100 الحقيقة النتيجة كانت النتيجة كانت اكسلبية جدا نتيج سناليوهات كارثية وتأثيرات متتالية او مجمعة ونهاية المناخية لجنس البشر وخسارة 10% من السكان الارض حاجات غريبة الحقيقة انتفع في درجة الحرارة حسب الدراسة انتفع درجة الحرارة الى 29 درجة هيأثر على 2 مليار شخص بحلول سنة 2070 من الـ 2 مليار دول منهم 30 مليون في منطقة افريقيا والخليج العرب المنطقة بتاعتنا احنا والتأثير الاكبر يكون على اوروبا نعم انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير تنتوي استشاري تغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ شكرا جزيلا لك مرة تانية برجع لضيفي عبر سكايب دكتور محمد البهواش يا دكتور ايه المطلوب يعني للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية الحالية طبعا همتكلم عن الازمة العالمية كلها طبعا محتاجة تكاتف الجهود ونهارضا فيه صد في التكاتف نهارضا همتكلم النهارضا كل الاغلب الطبين الارضيين الصين الامريكا الروسيا طبعا كل النهارضا بيؤثر مصطحته الشخصية بدون النظر الى مصطحك او صحت دول الفقيرة او دول العالم النهارضا اللي بيعاني او بيتمع فخورة دول دول من هاجتوا بالفروب العسكرية او بالنها اللعوة بالسعادة السياسية فالنهارضا محتاجين النهارضا يبقى في يعني تخلي من الاخطاب اللي ما هو النهارضا سواء روسيا سواء امريكا سواء الصين تخلي اعتقد طبعا ليه مصالح سياسية طبعا بعيدة في الملال عن الحدوش نعم في النهاية عايز اعرف سيناريوهات تعافي الاقتصاد العالمي ايه السيناريوهات اللي بتتوقع طبعا ان شبعا هي السيناريو الايجابي ان هي في زوال الازمة الروسية الاوخرانية اعتقد ان هو انتمنى ان يكون هو السيناريو اللي يحدث في القريب العاجل طبعا هي يحدث الانفراجة في كابة بطهار سواء سلاسل الانداد سواء في اسعار النفط سواء في زوال الازمة الروسية سواء سواء في التداعيات السياسية والاقتصادية اللي ضربت الدول العالم هذا يمكن بعيد الملال الوقت الحالي لكن طبعا هو السيناريو اللي كان اكتر بتوصل اكتر توقع طبعا زيادة الازمة وزيادة الحدة مع دخول الشتاء زيادة الازمة الروسية البرونية مع دخول الشتاء والترويح او الاستردام سلاح الغاز والغاز الطبيعي والنفط كسلاح بقى وراء السلاح أو وراء افراد الانتحاد الاوروطي واعتقد انها ستؤدي الى ارتفاع شديد في اسعار الطاقة وستؤدي الى ارتفاع معادة الطاقة بشكل كبير يمكن الجهود التي تبزل النهاردة سواء من استخدام عاليات بالسياسة النادية او من الاستعلاق او ترشيل الاستعلاق اعتقد انها تكون صعبة جدا اكثر وضعا على الاحال الاوروبي وربنا يمكن ده السناني الاقرب للخدوص ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي شكرا لك دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل ثاني فقراتنا النهاردة وهنتكلم فيها عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف مع الباحث اسلام الكتتني استنونا اهلا بكم من جديد على مدار السنوات القليلة الماضية شهد العالم العديد من الحوادث الارهابية في مناطق مختلفة منه وده طبعا او هذه الحوادث ارتكبها افراد متطرفون بينتمون لجماعات ارهابية ذات خلفيات واهداف متنوعة وهو ما يدلل على طبيعة الارهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود يعني تتسم بانها مركبة الابعاد وبالتأكيد لا ترتبط لابدين ولا بثقافة ولا بمنطقة جغرافية بعينها وبالتأكيد ايضا انها اصبحت خطرا وجودي بيهدد الكافة وينال من مكتسبات التنمية ومقدرات الدول ما هي الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة التطرف وهل تصلح الاستراتيجية اللينة في مواجهة التطرف كل ده و اكتر هننقشه مع ضفنا في الستوديو الستاذ اسلام الكتاتني الخبير في حركات الاسلام السياسي اهلا بيك اهلا بيك هل في البداية نقدر نقول ان فيه قالب ثابت استراتيجية كتالوج يعني بيستخدم او يجب ان اتبعه عندما نواجه الفكر المتطرف ولا الكتالوج ده بيختلف باختلاف المكان والزمان والخلفية اولا تحياتي الحديث واتحياتي للمشاهدين الكرام واشكر اكترا نيوز على تحت هذه الفرصة ان احنا يعني نتكلم في الموضوع ده لانه فعلا موضوع ملح لانه فعلا لانه برضو نعيد ونؤكد البعض يقول لك والله خلاص قصة الارهاب او الاخوان او اللي بيدور في فلكهم قصة وانتهت هي شبه انتهت سياسيا لكن فكريا ما زالت القصة طويلة وممتدة ودي المعركة الاهم انتهت سياسيا وامنيا لكن فكريا لسه الفكر موجود وده خطر طبع لانه الفكر ده طول ما هو موجود فهو قم بلا موقوتة مستعدة للانفجار نعم لانه احنا قلنا ونؤكد ان هذه الجماعات تنظيم حكتين تنظيم وفكرة انت حجمت التنظيم نجحت نجاحات كبيرة في ناحية الابنية والسياسية انما لسه الفكرة في ايه يعني بنحاول ان احنا يعني نفتح افاق في هذا الملف الكبير والممتد مش بس في مصر ده ممتد عبر يعني دول العالم اجمع يمكن حضرت لسه بتقولي ده هو بينتشر ويمكن يعني دلوقتي في وسيلة هامة جدا واخطر وسيلة من الوسائل اللي بتنشر هذا الفكر السوشيال ميديا السوشيال ميديا من اخطر الوسائل الحالية اللي انت ما تقدرش تمسكي لها مسك ليه ليه خطر لانه بسهولة جدا ان الفرد الواحد هو قناة اعلامية في حد ذاته الوسائل بتاعت السوشيال ميديا تستطيع ان انت تتواصل بيها يعني بسهولة جدا وبسرعة جدا وفي غاية السرية ولها تيكنيكا كده يعني حتى ممكن يخلي الاجهزة الامنية ممكن في احيان عشان تصل الى معرفة كونه هذه التكنولوجيا الحديثة هتاخد واذا عرفت تلاقي ايه وسيلة تاني تطع فيعني موضوع مش من السهولة السيطرة عليه طيب انا هروح طبعا بعد شوية لسوشيال ميديا واذا كان فيه طريقة يعني الدول ممكن تتبعها للسيطرة على نشر هذا الفكر المتطرف الارهابي من خلال السوشيال ميديا بس مش دلوقتي الاول عايز ارجع لأول سؤال عايز ارجع لفكرة الكتالوج هل هو كتالوج سابت والطريقة المواجهة هذا الفكر بتختلف لا هو بص فيه استراتيجي وفيه تيك تيك انت الاستراتيجي المفروض يبقى ايه يعني يبقى فيه خطوط عريضة متفقين عليها يبقى الاستراتيجي عبارة عن لابد أن تكون هناك سياسة المواجهة الشاملة مش المواجهة الأمنية بس شاملة بمعنى كلمة شاملة أمنية سياسية ثقافية كل إعلامية اقتصادية كل المجالات اللي بتغذي في النهاية بتؤدي إلى وجود هذا المنتج اللي بنقصين بنسميه اللي هو المفترض التطرف والإرعاب ده اللي هو الاستراتيجي اللي هو المفروض يبقى ايه سابت قالب سابت لكن احنا ممكن نختلف في التكتيك والتيكتيك يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن دولة إلى أخرى حسب كل ظروف بلد والبيئة والنشأة وتكوين السكان والطبيعة السهلية ولا الطبيعة الجبلية الأماكن اللي فيها عرقيات الأماكن اللي فيها جسم واحد زي مصر احنا الحمد لله ما عندنا شي يعني احنا نسيج واحد واعتبر فانت حسب كل ظروف كل ايه بقى لكن لابد ان احنا نتفق انه يبقى فيه استراتيجي عام طيب وبعدين في حاجة عافوا يا أستاذي انت ليكي حوالي تمانين تسعين سنة حكومات وأنظمة كتيرة تعاملت في الملف ده فيه تراكم خبرات ففيه اتعملتي المعاملة الليلة اتعملتي المعاملة الأمنية اتعملتي سياسة الاحتواء سياسة انهم وصلوا للحكم سياسة ما قبل ان يصلوا للحكم سياسة انهم كانوا شركاء في الحكم يعني انت كل الانظمة يعني جربنا كل وسائل التعامل مع هذه الجماعات فانت ختي من الخبرات اللي يؤهلك ان في النهاية تصل الى خلاص الناس دي ماينفعش معاها مش هنعيد الكتاب نقرأ من الاول لا احنا خلاص احنا يعني ارتحنا في القصة دي ومرنا بتجارب كتير فخلاص ثبتت الرؤية وخاصة انه طوال الفترات الماضية كان كل التعامل او الخلافات كانت انظيم بين النظام وبين الجامعات لكن لما وصلوا للحكم اصبحوا شركاء في الحكم في العشرية الاخيرة دي خلاص الدنيا تكشفت فبيئة المواجهة مع الشعب ودي الاخطر ودي هما لسه الغد دولات مش مدركين ان هما هما حطين تصور في دماغهم من القصة انظمة لا انت الشعب هو اللي لفظك والنظام متغير ازاي الا من خلال الشعب بالزبط فهما لسه مش مدركين هما حطين عندهم فكرة الغرور وفكرة التعالي واحنا الشعب معنا واحنا نمتلك الحقيقة فهما مش شايفين اصلا الشعب يعني دي اصلا حتى في اللا وعي عندهم مش شايفين الشعب طب في الحالة دي يعني هناك ما يعرف بالاستراتيجية الليينة اللي هي القائمة على مرجعة الافكار اللي بتؤدي للتطرف في الحالة دي اللي حتى بتتكلم فيها وهم مش شايفين هل استراتيجية الليينة تنفع تصلح في رأيها لا مش في كل لا هي لابد لابد انت في الاول انت ايه انت اول عايزة تحوز على المجتمع فانت فيه مواجهة بالسلاح طب ينفع في ظل المواجهة اللي بالسلاح اروح والله اقول والله يلا بنا نراجع الافكار لا طبعا الاول اصبط القصة دي الناس اللي بتحمل سلاح يعني ضرورة ان احنا نطبق عليهم القانون وكل من اجرم واخطأ وحمل السلاح تعالى ولا لن وبالعكس ده احنا بناخد سواب على هذا لاننا نحمي هذا المجتمع وان احنا بنطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا بنحمي هذا المجتمع من هؤلاء اللي رسول وصفهم بالخوارج خلينا يا جماعة نحط يعني نضع المصطلحات الحقيقية في نصابها لان هما بيلعبوا فكرة المصطلحات والسلوجان على فكرة دي من اخطر الحاجات اللي بيمرسوها ان هو زي زي في الحقيقة فبيعمل كل شوية سلوجان وايه يكرر 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 فيها عشان تبقى ايه ثبتة خلاص ثبتت عند الناس يعفوا يعني يجي عند مرسلك ايه الرئيس الشهيد الرئيس الشهيد شهيد ايه يا عم انت انت خلفت كل المورثات الفقهية وضربت بها عرض الحقيق بأمارة ايه ويكررها في الاعلام واي حد يستضيفون في قنوتهم او في السوش يجيب اللفظ ده عشان يبقى ايه يبقى على طول ايه خلاص في ربع يقولك ايه مسبحة ربع هو فض يا عم لا مسبحة ربع ويأكد يأكد يأكد فهم لأسف بيلعبوا اللعبة دي فاحنا لابد احنا برض يبقى فيه مواجه ما الافكار تواجه بايه بالافكار والسلاح يواجه بالسلاح والاعلام يواجه بالاعلام فاحنا لابد ان احنا نحرر المصطلحات الحقيقية هؤلاء التوصيف الحقيق اقول ايه الخوارج اللي بشر بهم الرسول عليه السلام وحذرنا منهم وقال يعني ما تتغروش الناس دي تلاقيهم يا سلام اللي حي قد كده وانق وايه وصلاة والصيام وانتو بتشوف الصلاة والصيام بتاعتكم تتحقلونا صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرقوا ستهم من الرمية يعني دولا مش مش تابع الدين خالص دولا خوارج فده ايه ده مهم جدا فانت السياسة الليينة ما تنفحش على طول دايرك لا انت الاول بتحافظي على المجتمع من السلاح ومن 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 وبعد كده التكتيكي اللي بقولك عليك بتجرب السياسة الليينة اللي هي المواجهة الفكرية بتجربي انك انت تقفلي منابع اي تمويل يعني انت بتجربي كل ايه كل الوسائل لكن ما تجيش عندي وسائل وتقولي لا ما ينفحش دي لا احنا لازم نشتغل ليه لانه موضوع كبير ما هو لو الموضوع يعني بعد ان تسيطر الدول امنيا وتستطيع ان تقمع يعني هذا الارهاب ومن يحمل السلاح هنا ممكن يكون هناك استراتيجية لينة اللي هي مراجعة الافقار ومنقشة الفكر بالفكر هل هذه استراتيجية اللينة تصلح لكل الدول ايضا ولا زي ما قلنا في البداية انه حسب حالة الدولة وحسب ظروف الدولة حسب حالة الدولة وظروف الدولة لان اقولك يعني مثلا لما انت بتعمل مواجهة امنية مع فكر الاخوان بيختلف عن المواجهة عفوا مواجهة فكرية مع فكر الاخوان بيختلف مع دولة اخرى عندها مثلا التالي السلفي اكتر او الوهابي اكتر زي دول الخليج منتشر فيها الوهابية اللي احنا برضو كان لها دور كبير جدا لما المصريين اللي راحوا يستسافوا هناك راحوا رجعوا حاملين الفكرة ورهابي غير موضوع فبالتالي بتختلف من دولة لدولة طبيعة الفكرة نفسها إزاي تواجهها لكن الاتفاق المواجهة الفكرة واحدة في الكل لكن التكتيك هو اللي ممكن يختلف طب بتشوف أفضل السبل فعلا يعني لتصدي الخطاب التحريدي المتطرف المؤذي يكون إزاي لا هذا حاجات كتير إحنا بنؤكد بنقول سياسة شملة خطة استراتيجية قصيرة المدى متوسطة المدى بعيدة المدى بتعملي حاجتين زي ما أنا عرضتها في المشروع القومي اللي الحمد لله الدولة مشكوعة والسياسة الرئيس تبنى الفكرة فكرة المجلس قومي مكافحة الإرهاب والتطرف إنك إنت بتعمل حاجتين وقاية وعلاج وقاية إنك إزاي تقي الأجيال اللي طلعها ولنشأة من أي أفكار فيها تطرف وعم ودي بقى نحكي فيها والعلاج إزاي إذا كان في المستطاع إن الشباب الصغير المغرر به المضحوك عليه يعني أخذ وتحبث نتيجة إنه شارك في مظاهراته وشارك وبيقضوا عقوبته إزاي دولة نعليجهم عشان ما يتحولوش لدواعش أنا بحذر من النقطة دي لإن الأبناء العناصب دي حاليا للأسف الشديد بتغذى على خطاب الكراهية بشكل بشع الأجيال اللي هي الصغيرة وبيشوفوا فيديوهات وبيربهم على قصص وحواديد ده ده القصص حديد دي قصة تانية قصة الهالة اللي بتصنع حوالين القيادات مش عايز أقولك يا أستاذ رهام بتخليك أنت تاخد انطباع أنه دولة إيه؟ يعني حاجة فوق البشر فبالتالي ببقى فيه صورة ملائكية مرسومة فبالتالي أنت صعب أنك عشان كده بعض الناس يقولك صعب أن واحد يخرج من عباية الإخوة لأنه فعلا بتترسم حاجات وتكنيكات كده بتخليك فعلا يعني إيه؟ صعب أنك أنت تنخلع من هذه الجماعة فأنت اللي هو زي ما أقولك وقاية وعلاج الأمر التاني بتعمل برامج في كافة الوزارات المعنية بمعنى التربية والتعليم وأنا بوجه يعني مداء لسعادة الوزير الجديد أنه يتبنى وأعتقد كان فيه جهد مشكور زي فكرة أعزيني نترحها إن شاء الله في نهاية الحلقة أو يمكن دلوقتي فكرة كان فيه زمان لو فاكرة أستاذ رهام الأستاذ أحمد أمين في اللاربعينيات كان فيه كتاب اسم الأخلاق كان بيدرس في المدارس فأنت حالينا على حد معلوماتي أنه فيه كتاب للقيم نعمل مادة اسمها بناء الشخصية إيه المانع؟ لأن أنت برضو لازم تواجه هو دايما بيدخلك مدخل إيه بيدخلك مدخل إيه الدين بقى وقال الله وقال الرسول فأنت النشأ الصغير لما تعمله توعية دينية فاكرة زمان الكراسات اللي كنا بناخدها وكان من وراء كده اللي وصايا العشر اغسل يديك قبل الأكل ومش أعرف النظافة عزيني نرجع المفاهيم دي عشان الأجيال الجديدة مستسلمة تماماً للسوشيال حقيقة يعني تعالي شوف الأطفال صغيرة 24 ساعة عايدة على الموبايل فأنت إذا ما كنتيش أسرة الدولة في وزارة التربية والتعليم مراكز الشباب إزاي أن إحنا نحتضن ونعيد الشباب بحيث عشان إيه فكرة إيه ملء الفراغ ملء الفراغ على المستوى الشخصي للشاب والشابة المصرية والطفل والطفلة وعلى المستوى العام كسياسة لأن الإخوان والناس دي نجحت إمتى نجحت في الفراغ إيه لحكومات السابقة تركته نتيجة الإهمال في أنها تروح للناس البسيطة وتعمل لها خدمات هم دخلوا في المنطقة دي وبدوا إيه يعملوا الخدمات فبدوا يكتذبوا الناس دي والحاجة التانية أنه ما فيش تواجد للأحزاب ولا القوة السياسية فبرضه إيه دت فرصة الناس دي إيه فأنت مهم جداً تملى الفراغ بإيه بقى تربية وتعليم تعمل فيها شغل المراكز الشباب آه تعالى اللي أوقاف وفيه جهد كويس جداً يعني مشكور في وزاة الأوقاف إزاي أعد وأهق وأهل هذا الذي يقف على المنبر يعني جزء كبير من انتشار ظاهرة الدعاء الجدو ما احترام للجميع يعني أي أن كانت أخطأهم أو مجهودهم أي أن كان لتقييم هذه الظاهرة إيه بقى عشان أنت اختبخ تقليدي فعشان كده الناس دي إيه طلعت وظهرت وبرزت في العشرين وثلاثين سنة الماضية فأنت إزاي تطور في أداء الخطيب بما يواكب العصر والناس تكتذب إليه وما يبقاش في فرصة تنشأ هذه إيه الظاهرة يبقى أنت تربية وتعليم مراكز الشباب الأوقاف الثقافة الدراما ودي فيها جهود وإحنا قلنا أكدنا عليه وكان فيه جهد هايل في الموضوع ده اشتغل بقى خش بقى في الحاجات دي الإعلام 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 مهم جدا 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 وضيف عليه من ضمن منظومة الإعلام إزاي نعمل شغل في السوشيال ميديا طيب هسأل حياتك عن المراجعات الفكرية يعني اللي كانت تمت قبل كده هل في رأيك يعني كانت استراتيجية نكحة كانت وسيلة نكحة لمواجهة هذا الفكر المتطرف هي كانت مطلوبة بس ما أعتقدش قدت البرج منها يعني هل قدت اللي آه بالزبط لا مدتش في تقدير ليه إحنا فكرة بعد سبعة وتسعين آخر حادث له حادث السياحة اللي كان في الأقصر وكان آخر صدام آه آخر صدام مع الجامعة الإسلامية فبدأوا يعملوا فكرة المراجعات الداخل جزء كبير منها يقول لك أنا عشان أخلص من فكرة السجن فأنا ماشي أنا موافع على المراجعات لكن إحنا لما حصلت يناير والناس دي الدنيا تفتحت ليهم شفنا هم هم ده إحنا في منصة رابعة أنا متذكر تماما بالنص طريق الزمر بتاع الجامعة الإسلامية قال سأنا أحرقهم وعاصم عبد المجد قال إيه إن يارا روسا قد أينعت وحانا قطافها نصا قال قناة الجزيرة بتجيب الحاجات دي لا المهم خليها على جنب دي فده ما تغيروش فأنت لأ يعني قصدي إنت لابد أن نشوف طريقة نضمن بيها إزاي المواجهة الفكرية أو المراجعات السورية يعني بحيث يعني نعملها بس تأتي صمارها إزاي يعني إزاي نقدر نحتوي بقى هذه العناصر المتطرفة بعد مراجعتها فكرين إزاي نقدر نستفيد يعني إزاي نخلي المراجعات موجودة بس المراتي نعرف نستفيد منها ما هي ده ده السؤال الكبير إزاي هل إحنا هنعملها داخل اللي هم موجودين داخل السجون وبيضوا العقوبة بتاعتهم زي الفترة بتاعت من 97 مطالع اللي كانت مع الجماعة الإسلامة وآخر ونعمل ندوات ونجيب الأئمة والشيوخ الثقاء ويعملوا ندوات بينه وبين هذا الشباب ولا أفكار أخرى مثلا على المستوى العام تتعمل هو ده يعني أنا أنا زي يعني أنا بفكر معاك بسطعالي وبفكر معا الأجهزة المعنية إزاي إن إحنا فعلا لأن هي مطلوبة بس ما تبقاش زي المرة اللي فات بحيث إن هي إيه نيجي بعد كده إيه إيه ده إحنا إحنا لكم فرصة وإيه إنتوا استغلتوا هذه الفرصة عشان بس إيه تخرجوا وتعودوا تاني لهذه يعني رجعة ريمة إيه لعديثها القديمة أنا في تقديري هي عاوزة وسيلة فعلا ناجعة عشان تتأكدي فحتى هذه اللحظة أنا ما عنديش تصور يعني حقيقة أنا عشكوم صادق يعني لأن عشان أنت تتأكدي يعني يعني حديك مثال هم الغد دلوقتي مختلفين فكرة إيه انفصام الدين يعني الدعو لغد دلوقتي يعني حتى جماعة الإخوان ما تتفقوش ما تتفقوش يعني مع أني دي خلاص المفوض ثبتت تماما ويقينا أنه يا جماعة ما ينفعش السياسة مع الدين ما ينفعش أنت في النهاية بتؤدي إلى تشويه صورة هذا الدين المقدس الجميل اللي نازمنا عندي ربنا فأنت بتشويه نتيجة ممرستك عشان أنت بتخلي خطابك مرتبط بهذا الدين لا يا عم تخلي التدين حاجة شخصية خاصة بيك لكن ما تخليهوش مرجعية ليك كحزب سياسي وتروح تقول للناس والله الإسلام هو الحل وخطابي كله قال الله وقال الرسول ومع أول اختبار بتسقط فالناس تقول لك يروح ياخدوا صورة مشوهة عن هذا الدين لذلك من هذا التشويه نشأت ظاهرتي أنا بنشوف دلوقتي ظاهرة الملحدين إيه ده منين؟ من الممارسات السيئة اللي مرصدها جماعات الإسلام السياسي بكل إيه تنوعتها طيب أكيد لنا لقاءات تانية لأنه حديث مهم وموضوع يعني فعلا مهم للغاية فكرة يعني إزاي نقدر نواجه الفكر المتطرف أعتقد ده ملف مهم بتأكيد لنا لقاءات تانية طبعا أكيد أكيد طبعا فإن الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي شرفتنا فهم الله يخليك فهم شكرا ليك وباشكر حضراتكم أشوفكم بكرة إن شاء الله أسبوع على خير